موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب فيه النفع والفائدة للجميع وأن يكون سببا في بلوغنا أفضل المقامات وأعلى الدرجات إنه سبحانه على ذلك قدير وبالإجابة جدير ونزال حديثهم وصولا في ذكر جملة من النصوص الشرعية التي نستلهم منها الدروس والعبر والمواعظ والحكم في سيرنا إلى الله والدار الآخرة وخاصة تلك النصوص التي تدعونا إلى التحلي بالفضائل والتخلي عن الردائل وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مضرب المثل في تحليه بالأخلاق الحسنة فكان أول الناس امتثالا لما يمر به وأول الناس انتهاءا عما ينهى عنه فصلوات ربي وسلامه عليه وقد أثنى عليه ربه فقال وإنك لعلى خلق عظيم كما حث الرب سبحانه وتعالى هذه الأمة على التأسي برسولها صلى الله عليه وسلم فقال سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وهذه الشريعة المطهرة لم تترك شاردة ولا واردة ولا شاذة ولا فاذة إلا وبينتها وهذا مبعث فخر واعتزاز والانتماء إليها كما اجتملت نصص هذه الشريعة على كثير من التوجيهات الكريمة والإرشادات العامة التي إن أخذ بها المر ساعد في الدنيا والآخرة وإن بغير المر بين الحين والآخر أن يذكر نفسه وإخوانه بما يكون سببا في تقوية إيمانه وسموي أخلاقه ومن ذلك ما جاء في بعض القصص حيث نستخلص منها بعض العبر ففي قصة جميلة وإن كانت قد انضوت على كثير من المسائل التي ربما يشفق فيها الإنسان وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لحق به من الأذى إلا أنها قد امتلأت رحمة وعطفا وحرصا من النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وذلك عندما بدل النبي صلى الله عليه وسلم جهده واستفرغ وسعه في دعوة قومه في مكة خرج إلى الطائف لعله أن يجد من يؤويه ومن ينصره ومن يدافع عنه ولكن كان الجزاء أو المقابل لهذه الدعوة الكريمة أن أغرى كبراءهم شفهاءهم فأخذوا يرمونه بالحجارة حتى دمية عقباه الشريف تار عليه الصلاة والسلام فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مهموما مغموما فلا شك أن مثل هذا الأمر له وقع عظيم على نفس النبي عليه الصلاة والسلام فشك أمره إلى ربه سبحانه وتعالى يقول داعيا ربه يا رب إلى من تكلني إلى عدو ملكته أمري أو إلى بعيد يتجهمني أو عبارات مثل هذه العبارات التي تدل على الشدة التي رقيها النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قام العبيد والجوار والأطفال يرمونه بالحجارة حتى دمية عقباه الشريف تار عليه الصلاة والسلام وهو من أفضل الخلق وأكرم الخلق على الله وهو سيد ولد آدم وهو أفضل من وطئة قدمه الثرى وهو في طريقه إلى مكة عائدا من الطائف جاءه جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال فقال يا محمد مرني فلأطبق عليهم والأخشبين والأخشبان جبلان يحيطان بمكة والأخشب يطلق على الجبل الضخم الخشن لكن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بجواب يدل على رحمته بالناس ورحمته بالخلق وإرادته الخير للغير وحرصها على إيصال الحق إلى الخلق فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا وهكذا ينبغي أن يكون المرء المسلم والداية إلى الله أن يحرص على دعوة الناس وعلى هدايتهم حتى وإن آذوه لأنه يتعامل مع الله يريد الأجر من الله سبحانه وتعالى فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا قال لا لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا فهنا ساعة الأفق وبعد النظر في الحرص على هداية البشر نأخذ هذا الفاصل ثم نواصل أهلا نسأل بكم جديد وعود إلى حديثنا عن قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عاد من الطائف بعد أن آذاه أهلها وجاءهم ملك الجبال وقال يا محمد مرني فلأطبق عليهم والأخشبين فقال عليه الصلاة والسلام لا لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيم بالخلق الله سبحانه وتعالى يبين لنا حال النبي عليه الصلاة والسلام مع أمته كيف كان رحيما بهذه الأمة حريصا على هدايتها حريصا على إصال الخير إليها يقول عز وجل فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا أي يا محمد تكاد تقتل نفسك حسرة لأن هؤلاء لا يؤمنون فلعلك باخع أي قاتل نفسك ثم ختم بقوله أسفا أي من شدة الأسى والأسف لأن هؤلاء يدعوهم إلى ما فيه الخير لهم وهم يريدون به الشر يدعوهم إلى ما فيه فلاحهم وهم يريدون طمس هويته يدعوهم إلى ما فيه نجاتهم وهم يريدون هلاكه وقتله يدعوهم لما فيه رفعتهم وهم يريدون خفضه لكن الله سبحانه وتعالى ماضي في أمره الله سبحانه وتعالى أعلى شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأضفره عليهم ولما تمكن النبي صلى الله عليه وسلم منهم عفى عنهم كما حصل في عودتهم من الطائف وكذلك عندما فتح الله على يديه مكة بعد أن أضفره الله عليهم وبعد أن دخل الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه المسلمون إلى مكة ماذا قال؟ قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء كما تدل عليها كثير كتب السير وجاء أيضا أنه قال لا أقول لكم إلا مثل ما قال يوسف لأخوته لا تثريب عليكم اليوم النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ينتقم لنفسه ولم يكن يحرص على أن يأثأر وينتقم لنفسه وإنما كان يحرص على العفو والصفح والتسامح النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه قط وقالت وما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط ولا امرأة ولا خادم إلا أن يكون في سبيل الله إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على هداية الناس وكان حريصا على إيصال الخير إلى الغير وكان حريصا على إيصال الحق إلى الخلق هكذا ينبغي أن يكون المرأة المسلم حريصا على دعوة الناس وعلى الصبر فيما يلقاه منهم لأن هذا هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم و النبي عليه الصلاة والسلام يجسد حياته و طريقة دعوته لأمته في حديث عظيم يقول فيه عليه الصلاة والسلام إنما مثلي و مثلكم كرجل أو قدرارة فأخذ الفراش والجراد يقعن فيه وأنا أخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقحمون فيها يبين النبي عليه الصلاة والسلام في تصوير بليغ و مشهد عظيم يبين حاله مع أمته يقول كرجل أوقد نارا أي في الفلاة في البرية في الصحراء ألا ترى أن المصباح إذا وشعل أو النار إذا وقدت دأت الفراش والجراد وتقع فيها مع أنها سبب هلاكها لكن كما قال بعض شراح الحديث كمن يدخل في كهف مظلم و يرى بصيص الضوء من بعيد يظن أنه المخرج و هكذا هذا الفراش والجراد عندما يرى النار أو المصباح يظن أنه المخرج من هذا الظلام الدامس الذي يعيش فيه و ما علم أنه سبب هلاكه و لذلك كثير من الناس اليوم يرى في الشهوات و ما يتبعها من أمور يظن أنها سبب سعادته و ما علم أنها سبب هلاكه لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا كان أرحم بهذه الأمة منها بأنفسها يقول إنما مثلي و مثلكم كرجل أوقد نارا فأخذ الفراش والجراد و يقعنا فيه و أنا أخذ بحجزكم و الحجز جمع حجزة و هي معقد الإزار أمكنوا شيء في الثوم يقول و أنا أخذ بحجزكم عن النار و أنتم تقاحمون فيها و هكذا ينبغي أن يكون الدائعة إلى الله أن يكون رحيما بالخلق أن يريد لهم الخير حتى و ينصدوا و أعرضوا نسأل الله سبحانه و تعالى التوفيق و السداد و القبول و الرشاد و نجعلنا جميعا ممن تتحقق لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله و أولئك هم أولو الألباب و نسأله سبحانه أن يجعل آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين و صلى الله وسلم و بارك على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين و إلى لقائنا آخر بإذن الله و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة